ترجمة نانسي قنقر والسلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم ونوهت بأن العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية أغندا تشهد تطورا مستمرا في شتى القطاعات بما يعكس الحرص المتبادل لدى البلدين على الوصول بمستوى العلاقات إلى مستويات تلبي التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيسة مجلس نواب مع معالي السيدة ريبيكا كداجا رئيسة البرلمان الأغندي على هامش المنتدى الدولي لتطوير النظام البرلماني المنعقد حاليا في موسكو حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني البحريني الأفريقي وتطوير العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين وأغندا في مختلف المجالات وأكدت معالي السيدة فوزيزين الحرص مجلس النواب البحريني على تعميق التعاون مع البرلمان الأغندي وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة منها نحو تحقيق تقدمنا في مستوى التعاون السياسي والبرلماني والاقتصادي القائم بين البلدين الصديقين من جانبها أشهدت معالي السيدة ريبيكا كداجة رئيسة البرلمان الأغندي بما تشهده مملكة البحرين من تقدم وتطور وازدهار في كافة المجالات خاصة في مجال المرأة وتمكينها وتقدمها مؤكدة أن البحرين تمتلك اليوم تجربة متميزة على مستوى دول المنطقة في هذا الجانب الحيوي وأنها تدعو جميع الدول خاصة الإفريقية منها على الاستفادة من تجربة مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة